مئات الحالات المرضية في المناطق المحررة شمال سوريا غير قادرة على تلقي العلاج داخل المشافع التركية نتيجة القرار التركي الذي صدر قبل شهرين بعدم استقبال السوريين داخل المشافع التركية وعلاجهم مجانا وعدم منحهم بطاقة الكملك أو بطاقة حماية المؤقتة الكملك وتم الاستعادة عنها بوثيقة السياحة العلاجية والتي لا تخول هؤلاء المرضى الدخول إلى داخل المشافع التركية هذه الطفلة الجنة هي واحدة من هؤلاء المرضى طبعا مئات مرضى من الأطفال من أمراض القلب والسرطان وزراع الكبد وغيرها من الأمراض يعانون من ذات المرض دخلت هذه الطفلة إلى تركيا لم تستطع تلقي العلاج وعارت الآن إلى المخيمات إلى مخيمات شمال إدلب لتعاني من أوجاعها نتيجة إصابتها بمرض في القلب سنلتقي الآن مع والداتها للحديث عن وضع هذه الطفلة والله بتمرض معي عطول بتسخن معي بترشح ما بطيب عطول كل ما بتمشي من هلهم قلبه بصير بضق ما بتحسن تبشي بقول لي يا مامو أنا تعبت عطول يعني مرضة كتير يعني بضل تسخن معي بتصير نار رحنا على تركيا وما مش الحال بالعلاج أش المراض؟ مع فتحة في القلب تديق شرايين عنده صمامين مسكرات والمع الفتحة يعني تقريبا عشرة سانتي كتير فتح تعب تكبر أشو صار معكم في تركيا؟ رحنا والله ما عطونا لكملك سياحة وما في أنه علاج لأنا نهائيا يعني رحنا بس أنه تعذبنا هيك وما في كل شيء بدهم مصاري ونحن مالا قدرة مثلا أنه تعرف أنت يعني عمليتك كتير بتكلف وحاليا أشو عبد أشنا وينتساو أنتم؟ ما ما بعرف عن جد يعني ما بعرف شو بدنا نساوي وضع عبي زداد سوء؟ يا والله كتير كتير يعني تتعب تسخلك كتير يعني كتير يعني كتير تعباني معي وما بنعرف يعني عم نستنى فرج الله علينا قد يش عمر هي؟ عمر أربع سنين في تركيا أشو قالوا لك أشعطوك أول شيء وثيقة أو أشخاص منك؟ عطونا لكم لك السياحة بس وقالوا أنه ما في علاج لكم كله بمصاري نحن مالنا قدرة مثلا ندفع يعني ونيك تعرف أنت العلاج والدوء كله على حسابنا نحن مالنا قدرة أنه ندفع الشيء هذا لكم كله يجب على حسابنا ونحن مالنا قدرة أن العلاج